وامام جمهور المعتبر من أنصار الفريقين الذين أبوا إلا أن يحضروا هذه المواجهة المحلية بين جمعية وهران واتحاد بالعباس الفريقان دخل مباشرة في اللقاء والمهاجم كاب من جانب اتحاد بالعباس لم يستغل أول فرصة سانحة للتهديف ليرد عليه شعيب بهذه المخالفة وكرته مباشرة في أحضان الحارس ميات ثم حمزوي يجرب حضه من بعيد وتسديدته لم تشكل خطرا على مرمى الحارس ميزاير خطورة الجمعية كانت دائما عن طريق الكرة الثابتة شوتي يسدد وكرته في الشباك الخارجية وفي الدقائق الأخرة من عمر الشوتي الأول ارتفع نسق اللاعب من الجانبين وكادت الجمعية أن تفتتح مجال التهديف بعد كرة جميلة في العمق مباركي يسدد والعارضة تنوب عن الحارس ميات لتفترق التشكيلتان إلى غرف تبديل الملابس بنتجة البيضاء المرحلة الثانية دخل فيها عناصر الجمعية بالدفاع كبير نحو الأمام وشنوا عدة حملات هجومية على مرمى المنافس وأهضروا عدة فرص سانحة للتهديف لغياب الفعلية أمام المرمى رد الاتحاد جاء عن طريق المهاجم حمزوي وتسليدتها التي كانت على شكل توزيع لم تجد أحدا في الاستقبال وفي الدقيقة الثامنة وستين الحكم يشير البطاق الحمراء في وجه اللاعب البديل لجمعية وهران أمامر خمس دقائق بعد هذا الحكم بهلون أعلن عن ضربة جزاء إثر هذه اللقطة التي تشاهدون الضربة تولى تنفيذها شعيب بنجح بعد هذا أصيب مدرب اتحاد بالعباس بجروح قفيفة ونتأسف لمثل هذه الصور التي تحدث في ملاعبنا اتحاد بالعباس كاد أن يعادل الكفة عن طريق حمزوي ولكن تسديدته استضمت بيقضة الحارس من الزير وفي الوقت المبددي للمبارة كاد المهاجم باركي أن يعمق الفرق بعد أن انطلق بالكرة من مسافة بعيدة لتنتهي المواجهة بتفوق أصحاب الأرض بنتيجة هدف دون رد وبهذا تبقى جمعية وهران تراقب عن كثب السباق نحو كونه ترجمة نانسي قنقر